طبعا إذا أخذ حضرك في نقطة تانية ويعني سؤال كده بيوجهين زي ما بيقول المباراة طبعا مباراة الزهاب أو مباراة القياب هتكون موجودة أو المباراة هتكون في القاهرة هل دي لها تأثير من خلال تخطيط موسيماني من خلال الإدارة الفنية للمباراة العودة طبعا هتكون مباراة صعبة جدا دي نقطة يعني في شكل معين أو بعض الناس يقول لك لازم نكسب 2 و 2 صفر هو النتيجة المضمونة عايزة أخذ رأي حضرتك كمان هل لازم الاتحاد الأفريقي ينظر للنقطة دي إن كمان الهدف خارج الأرض ما يتحسبش بهدفين زي الاتحاد الأوروبي ولا أنت شايف إن دوت على مستوى القرار الأفريقية صعب جدا والعادل يمتواجد أو يكون لا نمشي على نفس القديم ونشتغل على الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة تساوي الأهداف يعني شايفها زي يا كبتر يعني أعتقد لا يعني أنا في رأيي إن الهدف بهدف عادي خالص آه طبعا أنا أنا بتطفق معه آه فير آه فير آه فير أنا لا مجيشي مثلا النهاردة فرقة بتبقى فرقة قوية جدا 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 وتيجي مثلا بهدف خارج الأرض يتطلحها من المسابقة صحيح يعني أنت النهاردة مثلا ليفربول النهاردة بيكسب 3 واحد لو 2 واحد والفرقة الثانية كان جاب الجول خلاص بتساوي ما فيش بقى أنت جبت فيها هدفين وجبت فيها الحاجات دي الحقيقة مشكلة طب حسابات مسلماني في المباراة الأولى تختلف لو كانت المباراة الأولى في المغرب عن القاهرة هي لا أنا في رأيي أنت خلاص أنت مفروض وصلت المباراتين هتلعبهم خروج المغلوب الحقيقة يبقى أنا لازم ألعب المباراتين أفكر في المباراتين إزاي يديرهم في المباراتين في ملعبك وخارج ملعبك أنا في رأيي أن حتة الاتنين والثلاثة والحاجات دي خلصت خلاص في الكرة الأفريقية الكرة الأفريقية كان زمان كنت ممكن أي فرقة هنا في صدر القاهرة في أول عشرين دقيقة أتلى نفسك كسبان ثلاثة أربعة الحاجات دي كلها خلصت لأنه جابوا الحقيقة أجهزة تدريب عالية جدا جدا وبالتالي الحقيقة كمان اللقابة بتاعتهم طبعا يعني يمكن كان من ضمن الحاجات هنا وأنت تعرف يا محمد الحقيقة في الفترات اللي فاتت وإحنا بنلعب ما كانوش المدفعين ما كانوش بعرفوا يقفوا هنا في تطوير على مستوى أفريقيا لأنه جابوا مدربين بقى فرنسا وألمانيا والحقيقة واضح واضح جدا الحقيقة أنت بتلعب الفرق دي فأنت النهاردة مش ما تجيش أول مثلا أنا هفتح الجيم النهاردة في القاهرة بكسافة على سبيل المسا نجيب ثلاثة أربعة جوال وخلص المباراة في القاهرة لا يعني إحنا يمكن لنا الحقيقة تجربة بسكت مع منتخب مصر الحقيقة برادلي لما روحنا اللعب غانا وهو حسابها أنه هو يخلص هناك يخلص المباراة هناك ما فيش كتف الكورة خالص أنا بلعب مبارتين يبقى خلص بعمل حساب حسابات حسابات بمحسوبة بمجموع المباراتين بمجموع المباراتين بالضبط لكن أنا ما ينفعش أن أنا مثلا هلعب مباراة في القاهرة بالنسبة للنادي الأهلي أو المسلماني الحقيقة وأنفتح الجيم بشكل كبير جدا وأقول أن أنا هعمل كسافات وهعمل زيادات عددية بشكل كبير جدا وأفتح خطوتي ما أنا ممكن أتلقى لا بس هو محمد كمان يعني طبيعي أن النادي الأهلي النتيجة الجيدة بالنسبة له على الأقل يحرز هدف هدفين ده بيكون وما يستقبلش هدف ده كمان مهم ترجمة نانسي قنقر